اشتركوا في القناة تجي من الفصل الثاني على الأنسجة النباتية اللي اخذناها من ثلاث محاضرات السابقة هي 20% يعني طلاب من الأسئلة الوزارة اللي تجي على الفصل الثاني 20% راح يكون يخص موضوع الأنسجة النباتية و80% منها بالوزارة تخص موضوع الأنسجة الحيوانية فالأنسجة الحيوانية جدا مهمة لكن هذا ما يعني انه نترك الأنسجة النباتية لا اللي يريد م fences يقرأ كل شي بالكتاب واضح طلاب واضح فاطلع خل horr setzen بد твор كمار في الانسجل النباتي يعني حاله حال الانسجل النباتية تتكون الانسجل الحيواني من مجموعة من الخلايا المتماثلة التي تنخص książ لانجاز وظيفة معينة واضح haz ان اى اي نسج الصور تتخصص لانجاز وظيفة معين view الموضوع ثم يقول وقد تتنوع خلايا النسيج في بعض الأحيان يعني أنه ممكن خلايا النسيج الواحدة في بعض الأحيان تكون أكثر من نوع تتباين تختلف مثلا عندي النسيج الضام رح ناخده إن شاء الله بالمحاضرة رقم 6 بثمن أنواع من الخلايا كل هذه الخلايا هيتكون نسيج واحدة للنسيج الضام فيعني ممكن تتباين خلايا النسيج في بعض الأحيان يعني ممكن تكون مختلفة مثلا ما قلتكم نسيج الرابط بثمن أنواع من الخلايا بسيج لا يقول كما تتباين الكمية المادة بين الخلوية شنو معنى مادة بين الخلوية يعني شوف كل نسيج بخلايا بين الخلايا اكو مادة هي المادة بين الخلوية واضح طلاب واضح الشي يقول لي كما تتباين يعني كما تختلف كمية المادة بين الخلوية من نسيج الى اخر يعني تختلف من نسيج الى اخر مثلا انا عندي الانسيج الحيواني اربعة انواع واحد الظهار اثنين نظام اربع العضل خمسة العصبي العفو واحد الظهار اثنين نظام ثلاثة العضل كل占يلا أربعاء العصبي. أربعة أنواع. كمية المادة بين الخلوية تختلف من هذا النوع إلى هذا النوع من هذا النوع إلى هذا النوع. مثلا. بالنسج الضام أو الرابط بين finish and كمية المادة بين الخلوية كل الشبيرة. لكن بالنوع الأول المساء وبمحاورة اليوم النسج الظهاري تكاد تكون معدومة يعني كلي شي قليلة. لكن بالضاء هواية المادة بين خلوية يشوف أنه تختلف من النسج الاخر. افتهمنا طلاب افتهمناها. ثم يقول فضلا عن تباينها من حيث تباينها التركيبي من حيث محتوى الكيمياء. يعني ان الانسج ايضا تختلف من حيث محتوىها. راح تشوف ان النسيج العظم يختلف عن النسيج الدم وهاك. يعني اكتلاب بالتركيب ما بين عظم وعظم. هاي الامور يعني حاليا اوكي خذها لكن ان شاء الله من ناخذ المادة بالتفسير حتى تجي تفتهم شنو معنى ماادة بين خلوية شنو الخلايا تتباين في نفس النسيج هاي الامور ان شاء الله من ناخذ الفصل كلها تفتهمها. المهم طلاب اذا كنت لك عرف الانسجة الحيوانية تذكر من تتكون الى الاخير الى محتوى الكيميائي. هذا كله تعريف الانسجة الحيوانية. زيان هس نجي الانواع الانسجة الحيوانية. عندي اربعة انواع. احنا بالخلال بالانسجة النباتية. اخذنا اربعة انواع يكونون جسم النبات. هنا بالانسجة الحيوانية ايضا اكو اربعة انواع من الانسجة تكون لجسم الحيوان. فيقول لي تمثل الأنسجل الحيواني بأضبعة أنواع نسيج الثالث العضلي هاي أربعة أنواع إنسجل الحيواني السؤال يطرح نفسه ويتمرغل بالقع عدد أنواع الأنسجل الحيواني عددهم تقول لي الظهاري النسج الضام النسج العصبي هاي أنواع الأنسي حيواني ممكن يجيك تعداد فراغات ممكن أي شيء واضح يا حلو واضح هسونا الروح الروح للنوع الأول ناخده بالتفصيل اللي هو النسج الظهاري أو الطلاء اسم ثاني الأبيثيليال تشو خافة أقول لك النسج الظهاري ترى نفس الطلاء ترى الطلاء نفس الظهاري اللي هو الأبيثيليال تشو محاضرة اليوم طلاب أشياء راح نبدأ ندرس النسج الظهاري طبعا راح نخصم محاضرتي أنه النسج الظهار راح يعني ياخذ من عدنا محاضرتي النسج الضام راح ياخذ من عدنا تقريبا هنا خمسة راح ياخذ من عدنا ياخذ من عدنا ثلاث والثنيا ياخذ من عدنا سبع محاضرات النسج الضام سبع محاضرات ياخذ من عدنا النسج الضام تخيلوا سبعة بالنسج الضام جهد مهم يعني خلصا النسج الضام طلاب كل أهم نسج بالفصل كله هو النسيج الضام عليه سبع محاضرات النباتية عليها ثلاثة هاي عشرة والعضل محاضر والعصب محاضر 12 محاضر رح يكون عدد محاضرات هذا الفصل واضحة سنقول أولا النسيج الضهار كل شي سهل طلاب شوفوا فصل النسيج الطلاب كثير يعانوا من عنده ليش لأن طريقة دراستهم للمادة غلط لكن هس لما تجي تتابعوا إياي وطبق الأشياء اللي رح أحتيها جديات يكون كل شي إيزي واضح واضح يقول النسيج الضهاري أو الطلاعي منه هو نعرف يقول وهو النسيج الذي يغطي سطح الجسم أي حيوان يغطي سطح الجسم هو النسيج الضهاري سؤال ما نوع النسيج في سطح جسم الحيوان يقول النسيج الضهاري أو الطلاعي اللي دي يغطي بالنبات اللي يغطي سطح الجسم النسيج البشرة هنا ايش النسيج الضهاري واضح ايش يغطي سطح الجسم ويبطن التجاوفي الجسمية شي بطن التجاوفي الجسمية لربما سائل يسأل ما معنى التجاوفي الجسمية شو يعني تجاوفي الجسمي تجاوفي الجسمي أربعة نوع تجاوفي ظهر تجاوفي بطن تجاوفي حوض تجاوفي صدر هاي التجاوفي الأربعة يبطنها إيش نسيج ظهاري تحديدا البسيطة سرح ناخده كذلك يكون الغدد من أقولك ما منشأ الغدد سؤال ما منشأ الغدد شو تقول لي النسيج الظهاري أو طلائي زيان يقول لك ويتميز بصفات عامة من هسنجوين المميزات النسيج الظهاري ركزوا إياي ألف يتمثل النسيج الظهاري بصفائح مستمرة من الخلايا مكونة من صف واحد أو عدة صفوف يعني هذا النسيج الظهاري لو يتكون من صف واحد من الخلايا له عدة صفوف فإذا تكون من صف واحد من الخلايا رح سسميه نسيج الظهاري بسيط وإذا تكون من عدة صفوف راح سمي نسيج ظهاري مطبق يعني طبقات من الخلايا. واضح راح نوضحها ان شاء الله سابد دروس الجاية. ال اذا كان من صف واحد نسمي نسيج ظهاري بسيط. اذا من عدة صف راح سمي نسيج ظهاري مطبق يعني متكون من عدة طبقات. اعطاشت بس خلاش رميه ما رصدكم. ايه. واضح طلاب هاي الالف. شوف طلاب. خلي شوفك هذي الكليش. طلاب. يعني هذا النسيج ظهاري. لو بسيط باربعة انواع سرح ناخدهم. لو مطبق باربعة انواع راح ناخدهم بالدرس الجاي. فاذا تكون النسيج من صف واحد من الخلايا شوف هذا صف واحد من الخلايا. 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 راح سميه بسيط. لكن اذا من عدة صف شوف هذا الصف هذا الصف هذا الصف راح سميه مطبق. طبقات شوف طبقة. فوق طبقة. شوف هاي طبقة هاي طبقة. اذا المطبقة. هاي طبقة اذا واضح وابحات الطلاب وابحات. زيان. باب يقول تستقر جميع خلايا النسج الظهاري على غشاء قاعدة. потому أنه اي نسج الظهاري كل خلايا تستقر على غشاءك يسمي غشاء القاعدة. لاحظ هذا نسج الظهاري سواء مطبقة وبسيط. هاي الخلايا كلها بالنهاية تستند على غشاء. هيسمه을 غشاء القاعدة. شوف هذا النسج نفس الحالة. خلايا كلها تستند عليه هذل الغشاء الهو القاعدة. هذا نفس الحالة هذه الخلايا كلها كل هاي الخلايا تسند عليه على هذا الغشاء شاسميه غشاء قاعدي إذن إيش طلاب إذن تستقر جميع خلايا تستقر جميع خلايا النسج الضهاري على غشاء قاعدي السؤال ما موقع الغشاء القاعد شا تقول لي في النسج الضهاري أو الطلاء إذن الوظيفة تستقر جميع خلايا النسج الضهاري عليه أو ممكن تقول موقع ممكن تقول قاعدة خلايا النسج الضهاري لأن لو أجي أشوف الرسم فهذه الخلايا مع النسجة الظهاري وين موجود عند القاعدة فموقع فيه قاعدة خلايا النسجة الظهاري زيان الوظيفة تستقر جميع خلايا النسجة الظهاري عليه شوفوا اجوبة مركز الفحص ويا يا طلاب سؤال جاي ثلاث مرات بالوزاري بال2020 دور هذا جاي بال2020 دور ثالث بال2018 دور ثالث بال2014 هم جاي بال2014 ما موقع سؤال ما موقع هم يتما يأتي تقرأ سؤال ما موقع همي رأسا نتسوي جدول ثلاث خانات واحد اثنين ثلاث هذا للتركيب هذا للموقع حالي للوظيفة يعني شوف نفس ترتيب الأجيب النموذجي اللي يترتب دفترك ليش حتى يجي المصحح يقول هذا اكيد طالب طلاب سامن المنصور شوفوا الترتيب يفتح النفس لا يدوخنا لا يحاشك الدفتر يمسوي جدول مرتب ثلاث خانات هذا للتركيب المطلوب هذا للموقع هذا للوظيفة ويجاوب مثل هذا جاوب النموذجي دي الله هو راح يجيب 100 علميا لكن ليه ان يرتب ترتيب درجة ولمطي درجة فلصد درجته 101 لذلك طلابي دائما درجاتهم 101 بخيالهم لكن 100 بالواقع صدق ويطيهم درجة على الترتيب المهم اوكي فاحنا نطمح للمية علميا والواحد ترتيبيا واضح طلاب واضح المهم ما موقع ووظيفة الغشاء القاعدة عنده قاعدة خلايا الناس يظهاري من الرسم ما يحتاج تحفظ الوظيفة تستقر عليه جميع خلايا الناس يظهاري لا تحفظ طلاب هذا خلايا الناس يظهاري وين تستقر على الغشاء القاعدة اذا هين هو موجود هو في قاعدة خلايا الناس يظهاري الوظيفة يعني من الرسم تستقر عليه خلايا الناس يظهاري من الرسم لا تحفظ افتهم زيان زيان ثلاثة العفر اروح وين ثلاثة المادة بين الخلايا الناس يظهاري شوف المادة بين الخلايا تكاد تكون معدومة شوف هاي المادة بين الخلايا هي نفس المادة بين الخلوية يعني هي اسمها مادة بين الخلوية يعني مادة بين الخلوية تكاد تكون معدومة شوف لكن بالنسج الضاملة وكمية تشبيرة لذلك شوف تختلف كمية المادة بين الخلوية من نسج إلى آخر ربط المعلومة ثم يقول وحفات الخلايا تتبط مع بعضها البعض بوسطة أو بوسطة روابط خلوية أو نسميه روابط بلازمية سؤال جاء بالـ 2022 دور أول ما اهميت الروابط البلازمية او الروابط الخلوية ادي ربع لك ممكن اقول لك روابط خلوية ممكن اقول لك روابط البلازمية شنو الوظيفة تربط حافات خلايا النسجة الضهاري شوف وحافات الخلايا مال منه النسجة الضهاري ترتبط مع بعض البعض بواسطة روابط البلازمية او خلوية اذا ما وظيفت الروابط البلازمية او الخلوية جواب مركز الفحص رابط حافات الخلايا في النسجة الضهاري طبعا هذا بالذكر اني يعني تشارحوا وقلت لهم طلاب راح يجيكم بالامتحال يعني ما كان جاي سابقا فرأسا نجاب الدر الأول فأدي انتبهوا التوقعاتي أنا أتوقع اللي تجي الأسئلة من الكتاب يعني أتوقع أتوقع الأسئلة ما لتلقي حتى تجي من الكتاب يعني لا تقرأ غير الكتاب ما يجي غيرها واضح طلاب فبسق رأحياء لا تقرأ غير شي يجي تجي الأسئلة مع ده شلون مرشح درجة أولا مبالة يعني اختصرت عليكم الموضوع فانت بسق رأحياء تجي الأسئلة من الأحياء مبالة خش ممكن أقول لك ما موقع وظيفة الراوطة البلازمية الموقع في النسيج الضهاري الوظيفة رابط حافات الخلايا في النسيج الضهاري واضح طلاب واضح هسوين الروح هسوين الروح هسوين الروح هسو الروح نصنف النسيج الضهاري طلاب يصنف النسيج الضهاري تبعا لعدد طبقات الخلايا المكان قبل أن أعبر سؤال عدد مميزات النسج الظهار تذكر لألف باق جيم هذا هو الجواب زي إذا قلت لك عرف النسج الظهار تذكر لهذه الكليشة مع المميزات مع التصنيف هذا يعتبر تعريف النسج الظهاري لكن إذا قلت لك عدد مميزات يعني عادي تكتب بس ألف باق جيم هم صح وإذا كتبت من ضمن المميزات التصنيف هم يعتبر صح لكن ألف باق جيم كل شي زايدة وغالح طلاب واضحة نجي للتصنيف يقول يصنف يتبع للطبقات المكون له إلى لو نسيج ظهاري بسيط simple epithelial tissue لو ثانيا نسيج ظهاري مطبق stratified epithelial tissue ليش بسيط يعني من تشوف نسيج ظهاري بسيط يعني يتكون مطبقة مفردة من الخلايا من نسيج ظهاري مطبق يعني عدة طبقات لذلك تلاك شوف انه يتمثل لو يكون صف واحد اسميه بسيط لو من عدة صف فاسميه مطبق فسنجي لأول النسيج الظهاري البسيط يقول يتألف النسيج الظهاري البسيط من صف واحد من الخلايا الظهارية لكن المطبق من اسمه مطبق طبقات اذا عدة صف فاني عندي بسيط صف واحد التي تستند وين إلى الغشاء القاعدي شوف هذه هاي انواع النسيج الظهاري البسيط واحد اثنين ثلاثة اربعة سحنا اخذهم كل نسيج كم من طبقة واحدة من الخلايا شوف كلهم صف واحد من الخلايا تستند وين إلى غشاء قاعدي انواعه شوف تستند الغشاء القاعدي ويصنف إلى عدة انواع رح نصنف النسج الظهاري البسيط طلاب إلى عدة أنواع تبعا الإيش لشكل خلايا فراح أسميه نسج ظهاري حرشف بسيط إذا كان شكل الخلايا حرشفية هذا أولا اثنيا نسج ظهاري مكعبي بسيط إذا شكل الخلايا مكعبة نسج ظهاري عمودي بسيط إذا شكل الخلايا عمودية نسج ظهاري عمودي مطبق كاذب إذا كان عمودي كاذب شنو معنى عمودي كاذب رح أوضح لك يا شوف راح اسميه نسج ظهاري حرشف ببسيط اذا شكل الخلايا حرشف هذا شكل الحرشفين راح اسميه نسج ظهاري مكعبي بسيط اذا كان شكلها مكعب شف شكلها مكعبة وهي العمودية وهي العمودية المطبقة الكاذبة بالامتحان جاي بالوزارة 2017-2020 تمهيدي عدد انواع الانسج الطلائية الظهارية البسيطة عدد ليها متعدات فقط الأسنقاط شا تقول لي واحد نسج ظهار حرشف ببسيط اثنين نسج ظهار مكعبي بسيط نحن نأخذ كل نسيج بالتفصيل ونعرفهم نأخذ مميزاتهم أول شي نجيل أولا النسيج الظهاري الحرشف البسيط إيش النسيج الظهاري الحرشف البسيط يقول هذا النوع الأول من اسمه نسيج الظهاري بسيط إذن يتكون نسيج الظهاري بسيط يعني يتكون منصف واحد من الخلايا قال لي حرشف إذن تكون شكله حرشفية يتكون هذا النوع من نسيج الظهاري من طبقة مفردة من الخلايا شو عرفتها مفردة من الاسم بسيط يعني مفرد من الخلايا المسطحة ستقول للاستاد المفروض قل الحرشفية ليش قلت مسطحة مول مسطح نفس الحرشفية فتقول يتكون هذا النوع من الانسجة الضهارية من طبقة مفردة عرفتها طبقة مفردة من البسيط زين شو عرفتها حرشفية من الاسم شو تكون تبدو مضلعة لاحظ انه هذي شوف مضلعة حرشفية او متعدد السطوح النواة شتكون وتكون النواة مسطحة مركزية الموقع شوف وشكيلها مسطح بالنص الخلية مركزية الموقع بالمتهاء اقول لك ما ميزة سؤال ما ميزة نوعات خلايا النسجة ظهار الحش في البسط بيش تتميز مصطحة مركزية الموقع واضح واضح خليش شوف الرسم قدامكم انه هذي خلايا طبقة واحدة من الخلايا شوف طبقة واحدة هاي كلها شوف طبقة واحدة هاي مبين طبقة واحدة من الخلايا شتكون مسطحة تبدو ايش مضلع هاي الضلوع شدكم النواة المسطحة مركزية الموقع واضح طلاب واضح تستني طبعا الغشاقة عايدي عمن الرسم زيان الموقع يبطن شف الموقع يبطن هذا النسيج الأوعية الدموية شبطل للأوعية الدموية شنو الأوعية الدموية شرايين أورد走 عيرات بطانة هاي الأوعية الدموية شكو عندي نسيج ضياري حشي بسيط لاحظ طلاب خلي بس أفهمك شو المعنى بطانة طلاب هذاالي قدامك هذا وعاء دموي بطانة وبيجدار وبيغلاف اللي بالبطن من الداخل اكو بطنة الاعدامية اكو نسيج ظهاري حرشي بسيط افتهمنا شوف هاي البطنة هذا الجدار هذا الغلاف طبعا كل جزء بنوع نسيج خاص بي رح ناخدهم ان شاء الله بالمحاضرات الجاية بالبطن بالداخل اكو نسيج ظهاري حرشي بسيط شوف في بطنة الاعدامية اكو نسيج ظهاري حرشي بسيط هاي المعلومة رح ناخدها ان شاء الله بدروس الجاية انظر وكي طلاب اوكي بعد اين موجود في تجاوف في بيطانة شوف يبطن هذا النسيج الأوعدة دموية وايضاً يبطل تجاوف الجسمية متل ما تقل تجاوف الجسمية شنو هي بيطانة تجويف الصدر تجويف البطن تجويف الحوض تجويف الظهر وا inici وحويصلات حويصلات مادة الرئ wheel وجسيمات مال بي ج هذا النسيج موجود في بيطانة ايش الأوعدة دموية هو في بطانة التجاوية الجسمية وفي بطانة الحويصات الرئية هو في بطانة مالبيجي شوف طلاب من تسمع بكلمة ظهاري يعني بطن أو بطنة يعني موجود في البطن أو بالبطن ظهاري يعني موجود وين في البطن أو البطن خليها قاعدة عندك طويل ما تقول ظهاري يعني موجود في بطنة معينة واضح زياد شنو معنى جسيمات مالبيجي طلاب جسيمات مالبيجي هي تجمعات من الأوعي الدموية والأعصاب والشرايين والعقد اللنفاوية كل هذا ما يتجمع عن سوء رح أسميها جسيمات مالبيجي إذن ليس سميتها مالبيجي لأن اكتشفها العالم مالبيجي هاي مو مطلب منك بس حتى تفتهم شو معنا جسيمات مالبيجي هي متكتلات أو تجمعات بها يعني تجمعات الأعصاب والأوعد دموية والعقد اللنفاوية والخلال اللنفاية كلها سوء رح أسميها جسيمات مالبيجي ليس سميتها مالبيجي لأن اكتشفها مالبيجي واضح طلاب واضح زيان وظيفته طلاب خلي شوف شون راح اعرف الوظيفة انا من عرفته بالاوعية الدموية يعني راح يكون احد وظافة الانتشار زيان ليش لان الدم لازم ينتشر بالجسم فبما انه هو موجود في الاوعية الدموية لازم احد وظافة الانتشار لان الاوعية الدموية ما يفيدها النسجة اذا ما يتكون وظيفته الانتشار فبما انه موجود في الاوعية الدموية اذا وظيفته الانتشار زيان بما انه موجود وين بما أنه موجود في حويصلات الرئة الرئة شي طبعا هي هواء زين الهواء إذا ما سويت له فلترة خمدي طب هواء خلي نقول ملوث لا لازم أكو فلترة فإذن بما أنه موجود في حويصلات الرئة إذن أحد وضعه في الترشيح فلتريشن هاي شوف هيتش تحفظ الأنسجاب هاي الطريقة وهذه طلاب أخر هذا رسم مطلوب طلاب ومهم أو سمعة التأشتير من سيدها كل شي بسيط هذا الأول شي ترسم الخلية طبقة واحدة من الخلايا هاي متعدد السطوح ترسمها تستند على إيش هذا الغشاء القاعد تستند على إيش غشاء شوف هذا الغشاء القاعد جاءوا نزيل الغشاء القاعد يكون نستجزام وتأشير خلايا حرشو فيه نواة كل شي سهل الرسم ما يراد له أي شي وطبعا موجودة بأطلس الرسومات بالقناة نزلكم خطوات الرسم همينة خافة اللي عنده اللي يتوقع الرسم صحب وأيضا موجود بأطلس بالبوت مالتي السهل الممتنع أكو خطوات الرسم فتابعوا على قناتي بالتليقرام موجود وصفها بالفيديو موجود الرابط بوصف الفيديو كذلك تابع شبكة نيوتن لأن يعني حرفيا شبكة نيوتن هي ملاذ الطالب ملاذ طالب السادس حتى الثالث من توسط واضح طلاب واضح خلصنا أول نوع ممكن أن يقول لك عدد مميزات النسيط الغشاء الحرشو في البصير عدد المميزات إذا قلت لك عدد مميزات متذكر لألف بأجيم إذا قلت لك عرف النسيط بضيار الحرشو في تذكر هذا اللي بأجيم على الشكل يعني على الشكل شارحه بس زي إذا قلت لك ما موقع وظيفة النسيط بضيار الحرشو في البسيط الموقع تذكر النقطة باء كموقع شوف مشاركيها كموقع كل هذه النقطة تعتبر موقع الوظيفة النقطة جيم فأي نسيط طلاب من الأسجر رح ناخذهم دائما الباء هي الموقع الجيم هي الوظيفة زيين سؤال إذا قلت لك ما نوع النسيط وهذا أهم سؤال تعرفه من أهم أسيت الفصل الثاني ما نوع النسيط في بطانة الأوعدة ما ش تقولي نسيج ظهاري حوش في بسيط زيين في بطانة التجاوف الجسمي يش تقولي نسيج ظهاري حوش في بسيط هسن تقولي أستاذ مو إحنا فوق قلنا أنه يبطن تجاوف الجسمي ليش ما قلت نسيج ظهاري هو نسيج ظهاري لكن لازم يتحدد النوع فش تقول بسيط كذلك بالنسبة حوال ساتريا و جسمات ماربيجي شوفوا مركز الفحص ما نوع النسيج الالفين وسبعة عشر. نسيج ذهار الحشي بصيب مكعبة بصيب الامر بسيط. هاي الجواب الامر لجي. هنا شوف ما نوع النسيج في بطانة تجاوي في الجسمية. اشي تقوله نسيج ذهار الحشي بسيط. واضح طلاب? ايضا في بطانة جسمات مال بيجي. شدو لنسيج ذهار الحشي بسيط. واضح? وهكذا بالنسبة للبقية. هسنا نروح للنوع الثاني. اللي هو نسيج ذهار بسيط إذا يتكون من طبقة واحدة من الخلايا شو تكون مكعبة لأنه هو قال لمكعبي إذا لازم تكون شكل خلايا مكعبة شوف يتكون من طبقة مفردة من الخلايا المكعبة شو عرفته مفرد لأنه بسيط شو عرفته مكعبة لأنه قال لمكعبي شو تبدو مضلعة طبعا هي مربعة في مقاطع المستطيل ايش المكعب عبارك مربع والنواة فيه كروية مركزية الموقع تعال خلنشوف الرسم بلعب انت عوف هذا احمله هذا لا ترسمه أصلا بالوزاري يكتفي الطالب في هذا الرسم الجوة يعني الطالب اذا رسم بالوزاري اذا رسم هذا واحد يعتبر صح واذا رسم بس هذا واحد يعتبر صح واذا رسموا كلهم يعتبر صح لكن للسهولة انت اخذ بس هذا المقطع البسيط قصير فركز لي هنا زين اصعفك عوفك عوفك من الشرح اذا انا بالامتحان قلت لك ايش راح او تكلم عن نسيط ضيانة المكعبة البسيط شوف من الرسم هذا الرسم تخطيطي شي يكون يتكون من طبقة واحدة ما يخشف طبقة واحدة هذه الطبقة واحدة من الخلايا شتكون مكعبة الشكل النواة شتكون مركزية شوف شتكون بعدك قالون من الكتاب شتكون لنواة فيها كروية مركزية لاحظ كروية النواة شتكون شوف هذي كروية بالنص شوف بنص الخلية كروية مركزية الموقع يعني بنص الخلية المركزية وهذا زيان من الرسم شف هذا الرسم للاطلاع طبع هذاEr xuد تخطيطي مطلوب منك لكن هذا للاطلاع هذا اللي على اليسار للاطلاع واللي على اليمن هم للاطلاع انت مطلوب منك بس اللي داخل المربع زيان هذا الرسم شي يقول لي هاي كلية لو اسوي تكبير اكو شغلات اصدر من الكلية في الكلية اللي هي نبيبات الكلية زيان انا اعرف نسيج ظهاري يعني في البطانة اذا اين موجود في بطانة نبيبات الكلية اتعب نفسي اكثر اقول وهو في بعض الغدد مثل الغدد اللعابية فشوف انا وصفته الف من الرسم قدرت عرف وهناج plan مسولي التكبير طالع نبيبات كلية بما ان هو ظهاري وعندي نبيبات كلية يوجد هذا النسondu في بطانة نبيبات كلمة من الرسم اعرفت لم اشفت الكتاب ا من الرسم عرفت موجود في بطانة نبيبات ك grate بعد قبل اش Yesterday بعض الغدد مثل الغدد اللعابية انا سيقدر بن الموقع اعرف الوظيفة شلوان بما انو قال لي غدد اذا الغدد lازم تفرز افراز وامتصاص الغداء اللعابي تفرز اللعاب لازم وظائفه افرازه امتصاص شوف وظائفه افرازه امتصاص لين موجوده في الغداء بما ان تقول موجوده في الغداء اذا افرازه امتصاص شوف انا قدرت احزر من الرسم الشكل والموقع ومن الموقع قدرت احزر الوظيفة شوف هذا يشتنقل الاحياء اعيد تكلم او يقول لي عدد مميزات النسيج الظهاري المكعب البسيط عددهم عدد المميزات عددهم من الرسم يتكون من طبقة مفردة من الخلايا مكعب الشكل والنواة الكروية مركزية هذا الف بقى الموقع يوجد وين في بيطانة نبيبات الكليه من الرسم هذا اللي اطلاع في بيطانة نبيبات الكليه شوية اتعب نفسي اقول فيه في بيطانة بعض الغداء مثل الغداء اللعابية هذا الف وبقى زيان جيم دائما الوظيفة بما انه يوجد فيه الغداء اذا ينجز وظائف ايش الافراز والامتصاص الافراز والامتصاص واضح طلاب الله خلاص انتهر طبعا هذا الرسم كلش مهم ارسم مع التأشير نسي ضياء المكعب البسيط 2020 دورة وال2022 دورة ثاني هذا الرسم اطلب منك بس هذا الطلاع هذا الطلاع المهم اذا قلت لك ما موقع عضية نسي ضياء المكعب البسيط تذكر لي الموقع يوجد وتكمل نقطة باء والوظيفة جيم زيان اذا قلت لك ما نوع النسيج فيه بيطانة نبيبات الكليه شو تقولي نسي ضياء المكعب البسيط فيه بيطانة بعض الغداء اللعابية شو تقولي النسيج الضياء المكعب البسيط واضح اذا قلت لك عدد مميزات والباء جيم زيان اذا قلت لك ما ميز النوات تقولي كروية مركزية الموقع واضح وهكذا اصلا نروح للنوع الثالث اللي هو النسيج الضيهاري العمودي البسيط simple columnar epithelial تشوه هذا النسيج الضيهاري العمودي البسيط من اسمه نسيج الضيهاري البسيط يعني يتكون مطابقة واحدة من الخلاشة تكون عمودي من اسمه عمودي واضح ثم الشي شوف يقول تكون خلايا هذا النسيج بشكل اعمد من اسمه عمودي تظهر مصابي مقاطعة تكون نوع الخلايا بيضوية وتتخذ موقعا اقرب للقاعدة خلي شوف الرسم شوف هذا الرسم النسيج الضيهاري العمودي المهدد بالبسيط انت من الرسم ش تشوف ش تقولي يتكون من طبقة واحدة من الخلاشة تكون بشكل اعمد شوف كأنه عمود وشون يكون شكلها مثل المستطيل النوات بيضوية شوف اقرب الى القاعدة لاحظة هي مو يعني هي مو بالنص يناه لأقرب للقاعدة شوف واضح من الرسم زيان بعد شنو اقدر اعرف موقوع اقدر اعرف موقوع من الرسم هي هذي شنو هاي امعاء بما انه الضيهاري اذا موجدوين في بطانة الامعاء شوف بما انه شوفوين هاي امعاء انا قلنا اي ظهاري يساوي بطانة اذا وين موجد في بطانة الامعاء ما نوع النسيج في بطانة الامعاء ش تقول نسيج ظهاري عمودي بسيط واضح طلاب واضح اتعب نفس شوية وابعض الغدد شوف حزارة الموقع وانا اقدر من الموقع اقدر اعرف الوضع بما انه غدد اذا افراز وامتصاص بما انه امعاء الامعاء تمشي بها الاكل والفضلات الجسم امعاء غريضة امعاء دقيقة فلازم اكو قوة بالموضوع يعني لازم اكو حماية اذا ايضا احد وضع في الحماية شوف انت تتلخص وضيفة نزيل ظهار العمودي البسيط انا اعرفت هذا الشي حزرته من الموقع انا فسرت الموضوع من الموقع بما انه موجد في لها معا اذا حماية بما انه غدد اذا افراز وامتصاص يعني انا من الرسم قاعدة احزر الف وباء ومن باء قاعدة احزر جيم يعني انا ما جاي احفظ شي جديات جاي افتهم شوف اعيد ممكن اقول لك عدد مميزات النسيجة ضيال العمودي البسيط من الرسم تعال عوف الكتاب تقول يتكوى من طبقة واحدة من الخلايا تكون بشكل اعمدة ايضا تكون يعني شوف مستطيلة تبين النواة بيضوية اقرب الى القاعدة هذا الف باء من هنا يوجد في بطارة الامعاء وايضا اشتحالي واقول بعض الغدد بما انه موجد في بطارة الامعاء اذا احد وضعف الحماية بما انه موجد في الغدد اذا افراز وامتصاص ايزيلو مو ايزي كلش ايزي سؤال ما مقعدة النسيجة ضيال العمودي البسيط عادي المميزات النسيجة ضيال البسيط ما ميست النواة هاي كلها خليها واجبات عليك هي قدامك محلولة زيان ما نوع نسيج في بطارة الامعاء شا تقولي نسيج ضيال العمودي بسيط لاحظ هذا مركز الفحص ما نوع نسيجي في بطار ölامعاء تقولي نسي ضيال العمودي البسيط زيان في بطارة الغدد اللعابية او الغدد اللعابية ممكن تقولك فقط johnодب لعابية انت هتعرف انه ماكب غدد لعابية بس نسيجة ضيال عمودي بسيط يعني مرات الطلب ممكن مرات يقول لك بيطانة الغداد اللعابية ما يقول لك ليش ما يقول لك مرات لأنه ماكو غداد لعابية بغير مكان بس يعني فمرات يذكر لك بيطانة مرات ما يذكر لك بس بيطانة بس الأمع لازم يقول لك بيطانة لأن أكو جدران الأمعاء أكو بيطانة الأمعاء فمرات يقول جدران الأمعاء رح ناخدها إن شاء الله بعديا وبطانة الأمعاء هو النسي ذال العمد البسيط شوف بعد أيضا بيطانات العماء همين جاية شوف القدمة كرة بحواية هذا خلا نجيس النوع الرابع والأخير اللي هو النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب زيان ليس مو عمودي مطبق كاذب تعليل جدا مهم مهم جدا التعليل ها طلعوا بملاحظة أنا يمكن بني امتحان شي يقول لك قارن بين النسيج الظهاري المكعبي البسيط والنسيج الظهاري العمودي البسيط ممكن يقول لك قارن بينهاتهم ش تسوي جدول الجواب ش تسوي جدول نسيج مكعبي بسيط نسيج عمودي بسيط تذكر ألف مال هذا وألف مال النسيج الثاني باق مال هذا باق مال هذا يعني مجرد تسوي المقارعة شكل ألف باق جيم مال كل نسيج تقابل ألف مال باقي النسيج الثاني يعني ألف هذي تقابل ألف هذي باق هذي تقابل باق هذا جيم هذي تقابل جيم هذا واضح طلاب يعني كل شي سهل جدول النسيج اسم النسيج ثم تذكر ألف مال هذا ألف مال هذا باق مال هذا جيمال هذا. جيمال هذا. والطلاب واضح. نجي للنوع الرابع والاخير. النسيط لها العمود المطبق الكاذب. ليس مو مطبق كاذب. اكو فد يعني سيدو ستراتي في غادي اه الكولومنر ابيثاليالتش وله سمو هذا الاسم. اكو تعليل جاي بالوزاري واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس مرات. الف يقول يتكون هذا النسيط من اكثر من نوع من الخلايا. شوف مو طبقة لا نوع. اكو فرق بين طبقة ونوع. التي تقع انويتها في مستوىات مختلفة. مما يوحي بان نسيط مكون عند الطبقات. لاحظ. هذا شوف يتكون من اكثر من نوع من الخلايا. هاي خلايا هرامية الشكل. هاي خلايا عموديت الشكل. اذا صار لي اكثر من نوع. شوف انويتها النوات مال هاي ما بنفس مستوى النوات هاي. فشنو انو الانوية تكون في مستوىات مختلفة. هذا الشي كله انو يتكون من اكثر من نوع من الخلايا. والانوية تكون في مستوىات مختلفة. هذا يوحي للشخص انو تكون من عدة طبقات كأنه مو طبقة واحدة لذلك سموه عمودي مطبق كاذب يعني هو عمودي بس مطبق شوف هو قال عمودي لأن شكل الخلايا أغلبها عمودية مطبق كاذب يعني هو يبين مطبق لكن بالحقيقة مو مطبق لذلك سموه مطبق كاذب شوف السللي ما يعرف يعني من بعيدة شوف وتقول والله هذا يعني كأنه عدد طبقات من الخلايا ليش لأنه أكثر من نوع من الخلايا وأكو أيضا أنوية في مستوىات مختلفة شوف هاي النوات هاي جوه هاي جوه هاي هاي جوه هاي هاي فوق فكأنه الشخص من بعيد يعني كأنه يشوف انه هذا النسيج يتكون من اكثر من طبقة لكنه بالحقق لا مو من اكثر من طبقة يبين اكثر من طبقة لكن بالحقق لا فسموه مطبق كاذب يعني يبين مطبق لكن الحققه مو مطبق لا انه عبارة عن نسيج باكثر من نوع من الخلايا وانويته في مستوىات مختلفة واضح؟ شوف إلى أن جمعي خلايا تساعد الغشاء القاعدة وسطح الحر لهذه الخلايا قد يكون مزوداً بأهداف لاحظوا أنه سطح الخلايا تكون مزود بأهداف هاي هي الأهداف وعندئذن هذا أهم شيء يسمى بالنسيج الظهار المطبق الكاذب علل الشروية يسمى بالنسيج الظهار المطبق الكاذب الجواب تذكر من هنا لأنه يتكون هذا النسيج من أكثر من نوع من خلايا التقعانوية في مساءات مختلفة مما يحبين أن النسيج يكون عنده طبقات هذا هو الجواب طبعاً فتنسيت نسوه أنه هذا الجواب تعليه ما reopening ما بمركز الفحص بس مو تدللون ها ها هذا الجواب مركز الفحص تشوف ليسمينا النسيج بالنسيج بالنسبق الكاذب تقول له That saving is more than of our journal وتكمل الأخير نفس الكتاب فقد قلت لك علي ليسمي يسمينا النسيج الظهار المطبق الكاذب مهدد بهذا اسم ليسمينا مطبق كاذب مهدد boom تجاوب من هنا لحات كلمة مزوداً بأهداف بس إذا قالك شوف مرات ما يقول لك شوف مرات يقول لك سمي بالنسيج الضيار المطبق الكذب المهدب فتذكر لحد كلمة أهداب من البداية it's gonna all McLaren مرات شي سيweek طلاب يقول لك يسمى بالنسيج الضيار المطبق الكذب ما يقول مهدب بس إلى حد الكذب فبهذا الحال الى وين تجاوب إذا الغشاء القاعدي هو ما قال لك مهدب فما يحتاج تذكر فقرة المهدب واضح طلاب موجوده بالمرزمة الصيغتين وبيشوف بالمرزمة انه مرة قايل لي شوف مرة قايل لي كاذب 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 واصل لكلمة كاذب فجواب لحد كلمة الغشاء القاعدة شوف هذا الجواب مرة قايل ما جاي بالوزان لكن ممكن يجي الكاذب المهدف فتكمل من البداية لحد كلمة المهدف افتهمنا الفكرة اطول الله بديروا بالكم تجاوب على قد السؤال بعد شو ظل عندي شوف هذا الرسم يوضح الكلام يعني سأقدر من الرسم عشر واحد تقول وهو نسي تتكون من اكثر من نوع من الخلايا هاي الخلايا عمودية وهاي هرمية تقع انويته في مستوىات مختلفة مما يوحي بانه نسي مكون من عند الطبقات الا انه ايش تستند جميع خلاياه الى ايش الى غشاء قاعدي واضح طلاق وعنده اذا نسميه النسيز الظهار العمود الكاذب المهدف شوفه من الرسم لحد الانه من الرسم ده اشرح زيان الموقع وين شوف اياه هذا الرسم هاي الرئات هاي هذا الرغامي بما انه ظهار اذا في بطانة الرغامي الرغامي القصبة الهوائية هو الرغامي نفس القصبة الهوائية هو موجود في بطانة الرغامي اتاعب نفسي اكثر اقول هو في بطانة القنوات الكيمين للغدد اللعابية بما انه موجود في بطانة بما انه غدد اذا افرازي بما انه رغامي شوف انت من تتنفسها ومرة تحار مرة بارد مرة تتنفس بقوة مرة لازم الرغامي يكون قوي لازم تتوفر له حماية فهو موجود بالرغامي حتى يوفر للحماية اذا احد وظاف الحماية شوف افرازي Tang غدد حماية ليه الرغامي شوف ان الموقع قاعد اقدر احزر الوظائف افتهم المادة بهالشكل وارح طلاب واضح ممكن بني بتحقق لك عدد مميزات النسيطها للعمد المطابل كاتب تذكر لي الوباء جيم ممكن اقول لك اش راح تذكر لي على قد اش راح ما يجي اش راح بس ممكن اقول لك مميزات زيما نوع النسيط في بطانة الرغامي شو تجاوب نوع النسيط في بطانة الرغامي وين هذا النسيط شوف في بطانة 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 شوف بطانة الرغامي النسيط ظهاري عمودي مطبق كاذب مهدب نسيط ظهاري عمودي مطبق كاذب مهدب اذا ما ذكرت مهدب هم جوابك صحيح يعني بالمرزل ما كاتب نسيط ظهاري مطبق كاذب اذا كتبت اي لهين جوابك صحيح اذا كتبت بس مهدب هم جوابك صحيح لانشوف مركز الفحص مرة مضي ملاحظة شوفين وين هبالله شوف ما نوع النسيط في بطانة الرغامي بالالفين ونتسعة عشر دور ثاني النسيج الظهاري عمودي مطبق كاذب مهدب ملاحظة اللي لم يذكر الطالب كلمة مهدب لا يحسب عليها لكن الذكرها يكون أحسن واحد طلاب واضحة طبعاً إنها يكون تهت محاضرة اليوم هذا أرسم مع التأشير النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب جاء أربع مرات بالوزاري كلش مهم هذا الرسم قدامك كلش سهل ما يراد له أي شي تجي ترسم أو أش ترسم الغشاء القاعدة هذا الغشاء القاعدة جوان نسيج الظهاري بعدين ترسم خلايا عمودية والبعض منها هرامية عمودية هرامية عمودية هرامية وتخلي الأنوية في مخسرات مختلفة وتذكر الأهداف أو بس وتابع الخطوات الرسمة أنزلكم إياها إن شاء الله بالقناة تمام طلاب تمام هذا الجدول أخيراً خلصت المحاضرة جدول مراجعة أنه كل هاي الأنسيج الأربع اللي أخذناها واحد نيان ثلاثة أربع كل نسيج وموقع ووظيفة وممكن يقول لكم ها موقع وظيفة النسيج ذهال الحرش في البسط تقدر تجاوب من هذا الجدول أو من الشرح فضلا من الشرح حتى تكون الدراسة موحدة من الجدول هم جواب صحيح زي إذا قلت لك سؤال قارن بين النسيج بطانة الأوعية الدموية ونسيج بطانة الرغامي شوف مرات مرات ما يقول لك شوف ما يجب لك سؤال مباشر يعني ما يقول لك قارن بين النسيج ذهال الحرش في البسط والمكعب البسط مثلا لا شي يقول لك شوف هاي الصيغة بالـ 2021 دور ثاني قارن بين النسيج بطانة الأوعية الدموية ونسيج بطانة الرغامي يعني انت في هاي الحالة لازم أول شي تعرف نوع النسيج يلا تبني تقدر تقارن فشوف جواب مركز الفحص وشون كان هاي المقارنة نسيج بطانة الأوعية الدموية جدول كالعادة جدول نسيج بطانة الأوعية الدموية ونسيج بطانة الرغامي أول نقطة لازم شتحدد نوع النسيج الموجود في البطانة نسيج شوف يبطل الأوعية الدموية نسيجي ضهاري حشي بسيط. اما بطانة الرغامي نسيجي ضهاري عمودي مطبق كاذب ثم تذكروا مميزاتك النسيج. نزلهم شوفوا قدامك نازلة هاي المقارنة قدامك مركز الفحص. واضح طلاب واضح. ومرات يقبل يشوف يقول لك قارن بين الضهاري العمودي البسيط والضهاري العمودي المطبق الكاذب يعني يجيب لك كيار بشكل مباشر بدون اللوفة. فسوي جدول. الف مال هذا الف مال هذا. بقى مال هذا بقى مال هذا. جي مال خواب واضح طلاب واضح. قبل لا اختم انتبه هاي الملاحظة طلاب انتبه. اذا قلت لك ما نوع النسيج في بطانت التجاري الجسمي وقلت لنسيجيو غاري اطولاي اطيا ايها حظك. جواب غلط. لازم تقول له النسيج يضيري يطيري بسيط. هاي الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية. اذا قلت لك ما نوع النسيج Matte الغدد اللعابية. وبيطانت القنوات الكبيرة للغدد اللعابية وبيطانت بعض compliance فتكون الجواب كالآتي هذا الجواب دير بالك ميز بيناتهم لأنهم وكم مصطلحات متشافة لكن كانوا عنسجة مختلفة وهذا قدامك التنبيه دير بالك عليها إليهن نقدر نقول في أمان الله